هل المعدة الفارغة؟ احنا قبل ما نعرف المعدة الفارغة يهمنا شيء انه انت اول ما تصحب من النوم اثناء الليم عمليات الايض الغذائي هدم يقابلها بناء هاي كلها تستخدم طاقة فتستنفذ اغلب طاقتك الموجودة في الجسم سواء من الطاقة الموجودة في الاتب في العضلات وفي موجودة في الدم وفي الكبد فلذلك انت عندك طاقة بسيطة جدا الرياضة على معدة فارغة اثبتت كل الابحاث وكل الدراسات هي تساعد على حرق الدهون تساعد على حرق الدهون بنسبة من 15 الى 25 حسب الموتابلزم عندك وعمرك وكذا ولكن كنسبة هي تساعد 20% اذا هي مضرة لا ابدا ما مضرة وهي ينصح بها وجيدة جدا على معدة فارغة هنا هنفصل المعدة الفارغة المعدة الفارغة انه شنو الهدف منها الهدف انه انت اول ما تقول انت عندك نسبة الجلوكوز بدم جدا قليلة فهنا هتتضطر تروح الى الكبد تكسر الجلايكوجين وتستخدمه كطاقة ومن ثم تذهب الى حرق الدهون فلذلك يساهم 20% و20% نسبة من قليلة ويخدم جميع الفئات ما عدا فئات اللي ما هيخدمهم هسا هنقولها منه هما اللي ما ينطبق عليهم هذا الكلام اول ما ينطبق علي الكلام اللي يريد يخفف نسبة الدهون زائد نسبة الدهون في المعدة والجوانب والارداف اذا يخدم بالنسبة الاولى مولي البناء العضلي هاي الطريقة تخدم لريد يتخلص من دهون وخاصة العنده سمنة العنده دهون في منطقة الكريش وفي منطقة الجوانب وفي منطقة الارداف وهذا تشمل رجال ونساء وتشمل جميع الاعمار فالهدف منه نقصان الدهون في هذه المناطق وهيساعد بنسبة 20% ونسبة 20% نسبة هائلة ونسبة مو قليلة هاي هنا من يستخدم شنو يستخدم النظامين يستخدم نظام فات بيرنر بالمشي او يستخدم نظام الكارديو او بتبسيط يستخدم المشي او الهرولة الهرولة ممكن ان تكون كارديو والمشي السريع ممكن في بعض الاحيان يكون الفات بيرنر شرح بسيط فرق الفات بيرنر عن الكارديو الفات بيرنر تستخدم 65% من كفاءات القلب الكارديو تستخدم 75% من كفاءات القلب وهذه تقاس حسب النظرية 220 ناقص العمر الناتج مضروب اذا 65% يساوي نبضات قلبك في الفات بيرنر اذا في 75% يساوي نبضات قلبك المفروض في الكارديو هنا عندي اللي ما تنطبق عليهم هذا الكلام وبالدرجة الاولى ما المفروض يعملها نهائيا على معدة فارغة مصابين السكر وبالاخص مصابين السكر الفئة الاولى الفئة الاولى ممكن هذه الطريقة تعرضهم الى كثير مشاكل في نزول السكر السكر اللي هو يسموه هاي طلسيميا انه ينزل وممكن انه يدخل في غيبه فالسكر اللي عنده اخوان السكر وخاصة من النوع الاول يكون حذر جدا السكر من النوع الثاني يكون تحت شراف دكتور من يقول له تروح على الفات بيرنر او تروح على الكارديو او هل هذا الشيء فمو المدرب ولا بسام ولا مزاجياتك ولا تقول انا وانا وانا ليش لان انت ممكن تمشي ولكن المشكلة انه الاعضاء الداخلية هل تعطي لو ما تعطي هذه تنطبق على السكر مريض السكر من الدرجة الاولى والثاني وهذه احددها بس السكر الاولى ممنوع ليش لان السكر من الدرجة الاولى لازم ياخد نسبة نشويات وهنا من حقول نسبة نشويات مو هائلة جدا ممكن 30 جرام وممكن من 15 الى 30 جرام اوكي قبل التمرين بالنسبة للي عدهم ضعف وعدهم هاي الرعشة انه الرجفة والهذه هذولي هم ينطبق عليهم الا بمشهورة الدكتور مأدى فارغة لو مليونة فلذلك ما ينصح بالنسبة اللي دورون كتلة عضلية هنا مهم جدا للنساء قبل الرجال هنا اكو نساء كثير فاهم الرياضة غلط وتدخل غلط ويدربها مدرب كمال ادسان او غير مختص هنا كل ما اريد اخلص من الدهون المفروض اسوي كتلة عضلية كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما زاد الموتابليزم قوة الاحتراق فمرأة جاية معدها عضلات تنزل دهون بدون تقوية للعضلات هذا من الاشياء الضارة وخاصة اللي نسميه الأعمار في مرحلة الأمن اللي هو من بعد ال42 هذه من تجي المرأة تحاول تلعب رياضة والاشخاص الرجال ما بعد ال45 هو اصلا هذا الفرد رجل او مرأة لا يملك العضلات فلذلك قلة المصل وزيادة البديفات يعني زيادة الدهون صارت هاي الحالة شبه المرضية فهنا أنا من أجي أنزل الدهون على حساب العضلات هذا شيء خاطئ جدا فلذلك كل شخص يحاول يبني عضلات وهي أهم من خسران الدهون في بعض الأحيان يجب أن يتناول فطور ومن بعد الفطور يعني مو معدها مليانة أبدا فممكن أنه ياخذ من 20 إلى 30 قرام كاربوهدرات طبعا كل النسبة ده أتكلمها من الكاربوهدرات هي كاربوهدرات بيور يعني مو رز موزن يعني شقد بالرز جرام وهذا ممكن أنه نطلع من جوجل وشاء مسألة بسيطة مثلا أخذ شوية من الشوفان ما يعادل 30 أو من 15 إلى 30 حسب عمرك حسب شيء همتك أنه أخذ هاي النسبة وأروح أو أخذ مثلا تمر موز عسل وأروح للجن بعد نص ساعة أباشر بهذا ليش على موت هنا شنو ليش أخسر أنا الكتلة العضلية صراحة هسا أنا من أجي بالبداية حصرف الكلوكوز البدم بعدين إجلايكوجين بعدين ممكن أنه أتعدى في هذه الحالة أصرف البروتين الموجود بالجسم الشوان موجود البروتين بالجسم في مخازن البروتين لأنه العضلات سواء كتين مايوسين هي فيها مخازن فخوفا أنه أكسر البروتين لتحويله إلى طاقة وهذا مضر فلذلك اللي ريدي سوي عضلات يجب أنه يأخذ واجبته من الكاربوهيدرات على مدلة تعدى على البروتين أولا وثاني شيء والأهم شيء مباشرة بعد التمرين عندي فترة ذهبية اللي هي نص ساعة لازم أخذ بروتين سواء كان لعب بدي بلدر يقدر يأخذ من السبليمنت هايدرو آيزو حسب حالته أو حالة اللي يريدون يزيدون أو زاد بس الهايدرو والآيزو مباشرة أقدر أخذها والوي العادي والباقي للأشياء أقدر أخذها بعد نص ساعة كسبليمنت إذا ما تريد أنت تأخذ السبليمنت ومو من جماعة السبليمنت فتقدر خلال هاي النص ساعة تأخذ من البي سي اي اي طبعا جدا جدا مهم أثناء التمرين وأثناء يعني أثناء الجري أو التمرين مباشرة وكذلك عندي البروتين عامة والكاربوهدرات البروتين ما بعد التمرين أخذه وأخذ الكاربوهدرات خلال فترة هاي النص ساعة من شخص إلى شخص تختلف أكون ربع ساعة وأكثل الساعة وأكون نص ساعة هذه بالنسبة للكتلة العضلية هنا بالنسبة لديهم مشاكل الانتفاخ ومشاكل بالقولون ومشاكل بالارتداد المريئي هنا مهم جدا عنده إخواني وخواتي عنده مشاكل بالقولون عنده مشاكل بالارتداد المريئي هذولي ينصح نصح يعني أغلب الدراسات تشير لهم أنه على معدى فاضية أفضل شيء ممكن أن يسوه في تهدئة هذا الشيء ليش؟ إحنا دائما خلن نحفظ نحفظ في شيء بين القولون والقلب بما أنه القولون نظيف القلب نظيف بما أنه القلب نظيف القولون نظيف بما أنه كفاءة القلبية هس مثلا أنا كفاءتي القلبية 6 لتر دم بالدقيقة حضرتك كفاءتك القلبية ممكن لتر دم بالدقيقة منه لكون أفضل قولونة أبو 6 لتر نعم بيها نسبة أكسجين وأكثر فلذلك كل ما تمارس هي معروفة كل ما تمارس رياضة قلبية سواء كارديو غير كارديو ملاكمة جنباز أي شيء هذا ما يعانون قلة معاناتهم من القولون والعكس صحيح كل شخص يعاني من قولون حيعاني مشاكل بالقلب مقدما فهنا أنا عندي شنو الصبح أول ما أقعد أقدر أشتغل على معدى فارغة لابو القولون والارتداد المريء ممكن أنه واحد حيسأل زين شلون الدراسات تقول أنه الارتداد والقولون يقل يقل ليش؟ لأن الرياضة تزيد من الصبح خاصة تزيد من التخلص من الفضلات هذه التخلص من الفضلات تساعد القولون والأمعاء وتساعد المعدة على الشعور بالراحة على التهيئة المسبقة للغذاء فهذه أتوقع أنه أغلب يتعلق بالموضوع ما قبله بالنسبة للبادي بيلدر أكو ناس حتى تطلع يقول لك أنا كابتن ما بقدر أتمرن الصبح أوكي تقدر أنت إذا تدور على الحجم العضلي تقدر الصبح مثلا تتمرن بس لازم تكون أنت عندك نسبة من الكاربوهدريت أو النشويات 30 قرام أو حسب حجمك العضلي ممكن تصعد للـ 40 قرام المهم ما يصعد عندك نسبة الإنسولين هذا الأول والأخير وتقدر تأخذ مثلا شوفان مع آيزو شوفان مع هايدرو أي نوع من أنواع السبليمنت وتقدر تروح للتمرين ولكن أفضل التمرين هو ليصير ما بعد الفطور وما بعد الغداء واجبتين بيكون المركبات البروتينية والكاربوهدرات والهاي فل بالجسم تعطي قوة أكثر بس إذا هذا هيكون أحد الأسئلة تتوجه أنه أنا ما بقدر بس دائما إحنا اللي يحصلون كتل هائلة عضلية ما فيها واحد يتمرن على معدى فارغة نهائيا لأنه أنت حتكسر البروتين ومنتج تريد تستعيده حتأخذ فترات مو بسيطة للبروتين هذا بالنسبة للموضوع هو